موسيقى عن قرار إدراج قائد كتائبي أبو العباس ضمن قائمة خليجية أمريكية للمولين للإرهاب وتداعيات هذا القرار على تعز ستكون حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر أهلا بكم موسيقى قائمة جديدة للإرهاب في اليمن أثارت الكثير من الجدل في أوساط رأيه العام نظرا لدخول شخصيات جديدة فيها ولدلالاتها التي ربما تشير إلى منعطف جديد من عمر الأزمة اليمنية لأكثر من عامين رفضت قيادة التحالف دعم الجيش الوطني في تعز إلا من القليل الذي يحافظ على هذه القوة ويمنع سقوط المحافظة مجددا بل وعملت على إخراج أبرز قيادات المقاومة كشرط أساسي لدعم عملية التحرير وهو ما لم يحدث حتى اللحظة وعوضا عن ذلك توجهت قيادة التحالف نحو دعم جماعة أبو العباس بشكل مباشر وبالتجاوز للقيادات العسكرية والسياسية الشرعية وهي الكتائب التي أربكت المدينة وأدخلتها في دوامة اشتباكات ومماحكات لا تكاد تتوقف مع الأجهزة الأمنية من جهة ومع بعض فصائل المقاومة من جهة أخرى وكانت الحليفة الأبرز والأكثر ثقة للتحالف العربي في تعز والآن يتم تصنيف أبو العباس كإرهابي من قبل داعمه حدث لن يمر دون أن يترك الكثير من التساؤلات خصوصا في ظل الحديث عن ترتيب إماراتي جديد لتعز يتمثل بإنشاء حزام أمني يمثل امتدادا لنفوذها في الجنوب من جانب آخر يرى البعض أيضا أن تصنيف أبو العباس كإرهابي لا يستهدفه شخصيا بقدر ما يستهدف مشروع مقاومة الحوثي ويستهدف الشرعية والتحالف بشكل عام وما بدأ بأبو العباس سينتهي بتجريم المقاومة بشكل عام مدللات تصنيف شخصيات محسوبة على الشرعية ومدعومة من التحالف العربي كشخصيات إرهابية وهل تخلت الإمارات عن أبو العباس وما هو المخطط البديل وإلى أين تمضي الأحداث في تعز بعد هذه المستجدات هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من فضاء حر مع صحفي والناشط السياسي أحمد شوقي أحمد من تعز ومن المملكة المتحدة سيكون معنا الأستاذ الجامعة أدنبرا الدكتور أحمد الدبعي أهلا بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك والبداية معك أستاذ أحمد شوقي كيف تقرأ أو كيف يمكن أن نفهم إدراج أبو العباس ضمن قائمة أو قائمة قوائم الإرهاب الأمريكية الخليجية في الحقيقة هو قرار غير مفهوم وغير واضح عدل العقيد عدل عبد الفارع أو العباس قاتل في مدينة تعز في القبهة الشرقية لقرابة ثلاثة أعوام عرف عنه الاستبسال في القتال تولى مسؤولية القطاع السلفي في القبهة قبل عامين تقريبا أو أكثر يعني تولى وضع المدينة أو تولى وضع الجهة الشرقية في وضع كانت سيئ جداً للمدينة تعيشه حالات من الاغتيالات والإعدامات ومخاوف كبيرة جداً كان هناك القزو على بعد يعني 100 إلى 150 متر فقط من الاستوديو كانت تقري إعدامات يومية قثتين أو ثلاثاً يومياً في صهريق التحرير الأسفل كنا نصاب بالرعب الشديد للأمانة من وجود أفراد متطرفين لا نعرف من هم وما هوياتهم وما خلفياتهم حين صعد أبو العباس إلى تولى مسؤولية السلفيين في الجهة الشرقية هذه التصرفات انتهت طبعاً سمعنا عن مقتل أو مصرع عدد كبير جداً من هذه القيادات المتطرفة في الحرب الضروس التي كانت في الجهة الشرقية من المدينة كذلك أن هناك حدث احتواء للحاضنة الشعبية لمثل هذه القيادات أو هؤلاء الأشخاص أبو العباس يعمل في منطقة كانت بؤرة مخيفة وأصبحت إلى حد ما آمنة يمكننا الآن أن نذهب في زيارات إلى تلك المناطق ليس هناك إعدامات أو ذبح رؤوس أو مشاكل من هذا القبيل العمالة البلطقة والاعتداءات المتبادلة طبعاً هناك نوعاً ما حلول هناك التزام ببعض الأمور هناك يعني إلزام لبعض الأشخاص المتطرفين أو المتمردين أو ضبط لهم أو إقصالهم نحن في الحقيقة كإعلاميين ليس لدينا الكثير من المعلومات رغم أننا داخل مدينة تعز كما تعلمون ويمكنكم أن تتخيلوا كمية المعلومات التي يمكن أن تحصلوا عليها خارج مدينة تعز وبالتالي نحن نتعامل مع الظواهر الظواهر في مدينة تعز تقول بأن أبو العباس إذا بالمقمل سيد أحمد شوقي بالمقمل أنت اعتبرت أن هذا القرار قراراً غير مفهوم كما أصفته واعتبرت بأنه يتناقض مع الواقع تمام بالنسبة لك دكتور أحمد كيف أيضاً كيف تلقيت هذا الخبر وكيف فهمت أنت من وجهة نظرك من وجهة نظري كنت أتوقع كذا دعيني أخالف الأستاذ أحمد طبعاً دعونا ننظر للصورة الكلية في تعز تعز كان مخطط وما زال المخطط الجاري في تعز على قدمين وساط تم عزل مدينة تعز أو إخراج السلطة المحافظة وما إلى ذلك في تعز بحيث يتعود الناس في الجزء الأول من الخطي يتعود الناس على غياب الدولة ثم تعمل فوضى في المدينة ثم ننتقل للمرحلة الثانية وهي إبراز قوة جديدة على الساحة في تعز خارج القوى السياسية أو خارج القوى التقليدية وقدم مقاتلين جباحات متعددة دكتور أحمد أعتذر عن المقاطعة لكن أرجو أن ترفع المايك قليلاً حتى نفهم ما تقول دكتور أحمد لازل بعيد عنه المايك ارفعه قليل بالضبط شكراً بالضبط تفضل تكتور أحمد للأسف الشديد هناك مقاتلين انضوا تحت اللواء الشرعية ومقاتلين لم ينضوا تحت الشرعية بشكل صحيح أبو العباس تابعتنا أداء أبو العباس كما قرر الآخر أستاذ أحمد أنه كان مقاتل في جبهة الشرقية وما زال لكن تصة أبو العباس هو كوان اللواء أو جماعة مسلحة اصطدمت الشرعية في فترة من الفترات وما تلقى دعم سخي من الإمارات لنكون واضحين لنجده له ليد العليا في مرابة كيفية في تعز وللأسف الشديد يكون هناك اتجام كبير بين جبهات القيبان في تعز نعم طيب أتمنى أن تعود إلينا أستاذ دكتور أحمد الدبعي إذن إلا أن تعود الصورة معنا لضيفنا من سكتلندا أعود إليك أستاذ أحمد شوقي إذن أنت تحدثت عن أن أبو العباس وفي من أعن كل هذه التهم التي لحقت به إذن لماذا تم تصنيفه كإرهابي ومن برأيك يقف وراء هذه الخطوة طبعا أنا لم أقول أن أبو العباس في منأة عن التهم لكننا نطالب بأدلة واضحة في هذا الموضوع الموضوع شكل قلقا كبيرا داخل مدينة تعز نحن للأسف تقربتنا مع الخارج تقربة غير مشجعة خلال الفترة الماضية نحن من عانينا ونحن من واقهنا القذائف ونحن من واقهنا الحرب ونحن من واقهنا الانفلات ونحن من واقهنا الفوضى ونحن من واقهنا القوع والفقر والأوضاع المزرية داخل مدينة تعز وبالتالي حينما يأتي الخارج ليقول هذا أريده وهذا لا أريده وهذا مناسب وهذا غير مناسب هنا يجب أن نقف أما مكاشفة ما الذي يريده الخارج بالضبط ما هي أدلةه لاتهام هذا الطرف أو ذاك القائمة ستفتح قوائم لاحقة نحن ليس لدينا مشكلة طبعا في أن نقف ضد أبو العباس أو غير أبو العباس كائنا من كان إذا ثبت إدارته في عمال أو إنشطاء رهابية السيد أحمد القرار تضمن في تفصيلاته بعض التحركات التي تدين بحسب القرار تدين أبو العباسي بعض التحركات التي اتهمته بأنه مرتبط بشكل مباشر بتنظيم القاعدة وتحدثت أيضا بعض التفاصيل الملحقة بالقرار عن أيضا تفصيلات كثيرة تعلق بهذا الأمر في الحقيقة بناء على ما اطلعتوا عليه في موقع وزارة الخزانة الأمريكية والشركاء في مركز أوفاك المعلومات التي أوردها المركز ووزارة الخزانة معلومات للأسف ليس هناك معلومات يعني لا تستطيع أن تقول أنها إخباريات من قبيل أنه اعتبارا من أوائل 2017 كان مدربا بارزا في تنظيم القاعدة لديه مجموعة تألف من ألف المقاتل طبعا الرقم هذا معروف وهو تقريبا مقيد لدى قوام اللواء 35 مدرع قالوا بأنه عمل كقائد لداعش في اليمن في محافظة تعزي ابتداء من مطلع حزيران يعني يونيو 2016 الفكرة أنه قام بدفع مبالغ مالية لمختلف المسلحين السنة وتنظيمة داعش في اليمن بمحافظة تعزي تأمين الدعم المستمر لأنتصد داعش الإشكالية الآن هو أنه أبو العباس سابقا كان قائدا لفصيل ما في المقاومة أبو العباس حينما تولى المسؤولية وهذا للأمان الإنصاف أنا لا أعرف أبو العباس قابلته مرة واحدة وكنا ذاهبين لاسترقاع يعني شاحنات النظافة التي استولى عليها بعض المسلحين في فترة من الفوضى طبعا على أساس أنه نسترقع هذه الشاحنات من أجل تعود السلطة المحلية لكن لما تولى أبو العباس المسؤولية مقاتله لم يكونوا من السلفيين هناك قطاع من السلفيين طبعا يقودهم أبو العباس لكن غالبية المقاتلين هم أفراد بسطة مقاومين عاديون من مدينة تعز هناك ناصريون وهناك اشتراكيون وهناك مقربون من الإصلاح وربما يكونوا إصلاحيين أيضا لكنهم لا يمتثلون للتوقيهات الحزبية أيضا يعني انفتح نحن طبعا أول من توجسنا من أبو العباس ونحن أول من هاجمناه باعتباره أي شكل مجموعة ما تطرفها داخل تعز وتم نشر هذه البعلومات وربما تكون هي قز من المصادرات خرج أبو العباس ونفى هذه التهم كلها وأعلن ولأولي السلطة الشرعية والتزام بكل أوامرها وأي سلطة محلية ستوقع داخل تعز قال بأنها ممتثلا لها مؤخرا قال بأنها سلسلم 21 مرفق حكومي طبعا وهي بادرة مبكرة بالنظر أهميتها ليست لأنها سلسلم 21 مرفق ولكن لأنه استبقى الأطراف الأخرى أو كان متعاونا في هذه النقطة البيان الأخير أو البيان الذي عقب بها أبو العباس رغم ما فيه من خطابة أو نمط الوعظة الديني لكنه تحدث عن أنه ولاه للسلطة الشرعية قال بأنه لم يسوق هذا المسلطة الآن يجب أن يحاكم أبو العباس على الوقاعد بمعنى آخر أنه هو يقول كلام طيب ونحن نشوف أن الوضع فيه استقرار نسبي محدود ووزارة الخزانة الأمريكية والتحالف يقول كلام أيضا أنه إرهابي وكذا هنا نريد الوقاعد نحن لا نعرف من نصدق الآن ولا من نعتمد شاهد جزئية وبالتالي لا بد من ظهر الوقاعد ولا بد من محاسبة جميع المتسببين بالمشاكل داخل تعز دكتور أحمد كنت في إجابتك السابقة قلت بأنك لم تتفاقع بهذا القرار لماذا لم تتفاقع بهذا القرار لم تتفاقع بسبب أن هناك مخطط أكبر من قصة أبو العباس في تعز هناك مخطط كبير في تعز يجري أولا كما قلت على قدم وساق يبدأ بالخطوة الأولى وهي عزل مدينة تعز وتعود الناس على غياب الدولة في تعز تعود الناس على الفوضى هذه المحافظة المدينية تعودت على النظام والقانون وتعودت على التعاطي السياسي والتنوع السياسي الذي لا يروق للبعض في الإقليم أن تبقى على ما هي عليه ثم انتقلنا للمرحلة الثانية وهي إنتاج قوى قديدة في تعز وتقوم على السلاح وتقوم على حساب السلطة الشرعية أبو العباس للأسف الشديد استدرجه الآخرون وقاموا بتزويده بسلاح فقيل لنتفاق بأنه يقيم كتاب باسمه نحن أصلا في تعز وفي غير تعز قمنا بثورة على التسلط الفردي ثم نرى أبو العباس يكون كتاب وأسميها باسمه أبو العباس بمعنى أنها موازية للشرعية موازية للجيش الوطني كنا نتمنى من أبو العباس ورفاقه أن ينضموا كقنود تحت لواء اللواء فاضل وغيره من قيادة الجيش الوطني بدون أن نذهب بمسميات نحن نتعامل في اليمن بملف خطير جدا وهو ملف الأمن وملف الإرهاب هذا البلد قدمه علي عبد الله صالح لعقود من الزمن على أنه بلد ممتلب الإرهابي وبالفعابي ثم نتفاقب في تعز المدينة بقوات تقديرها قوات سلفية وما إلى ذلك بقيادة أبو العباس أبو العباس كظاهرة هو مواطن يمني له الحق في المقاومة ولكن تحت لواء كما قلت الجيش الوطني عندما نتعود الآن في تعز هناك جيش وطني وهناك قوة أمنية أخرى خارج الجيش الوطني كأبي العباس وغيره فنحن سنذهب بمتاهاته سنذهب إلى فوضى سنتين العقود لذلك أنا رحبت بين أبي العباس بأنه متعد أن يسلم السلاح وما إلى ذلك وأنه يريد محاكمة وما إلى ذلك وهذا شيء طيب حقيقا ليس من العظمة الآن في تعز المدينة أن لدينا إرهابي اسمه أبو العباس نعم لكن أحمد شوقي يتحدث عن أن أبو العباس التزم ضمن سياق الجيش الوطني وأنه كان أيضا من أوائل الذين رحبوا بإعادة المؤسسات للدولة أنا وصلتني معلومات حتى من المحافظة السابق أن أبو العباس في فترة من الفترات حاكم أقسام الشرطة وكان معيقا لعودة الشرعية قد تكون المعلومات الآن تغيرت لكن بشكل عام دعونا نتحدث بصورة أكبر عن تعز تعز القريمة الكبرى في تعز هي تغييب الدولة تغييب الحكومة في تعز النظام والقانون لأن أبو العباس حتى لو اختفى أبو العباس سيظهر أبو القعقاء وسيظهر غير العباس وسنذهب في متاهات القضية تعز أكبر من قضية أبو العباس القضية الآن هي أن يتهم فصيل لما في المقاومة بأنه إرهاب أنه إرهابي وكما حدث في سوريا لو نتذكر بدأوا بتوقيه اللوم لجبهة النصرة ثم تهمت الإرهاب على كل المقاومة لتأتي روسيا وتضرب الجميع لا أحد تحدث الآن في سوريا الآن هناك ضرب للإرهاب نحن الآن أمام مخطط أنا أراه قادما إلينا في المقاومة العام وهو واسم هذه الأمور هناك بالإرهاب بدأنا في مارب ثم والبيضة ثم انتقلنا الآن إلى تعز الأمور تماما بشكل متسلسل تعونا نربط الأمور بشكل منطقيها لنرى أن هناك نية تشطين الإقامة الآن هنا الخطورة علينا أن نحرص في تعزك نخرج طضية أبو العباس بالمهاترات الحزبية وما إلى ذلك نعم على ذكر المهاترات الحزبية دكتور أحمد سيد أحمد شوقي لماذا نسمع الآن خطاب الدفاع والتضامن مع أبو العباس وهو الخطاب ربما والالتفاف الذي لم نسمعه لشخصيات أخرى وردت في نفس القرارتاب يعني محسوبة على الشرعية ويعني برغمها أمنا عموم أحزاب سياسية وقادة مقاومة أيضا في مناطق أخرى لماذا توقف دعمكم عند أبو العباس تحديدا؟ يعني ألا يشير هذا إلى دافع سياسي خاصة وأن هذه الدائرة التي الآن تنظم حملة كبيرة للتضامن مع أبو العباس تحت مبرر بأن أبو العباس قزء من المقاومة الشعبية في تعيس كانت قد خونت قزء آخر وأكبر بكثير من أبو العباس ويمثل يعني جماعة سياسية قبل أن تكون جماعة مسلحة نعم أولا دعيني أشدد على ما طرحه الدكتور أحمد الدبعي في موضوع ضرورة أن تكون جميع الفصائل التي تعمل في لواء الشرعية منخريطة كليا في سياق الجيش الوطني وهذا مطلب قديم طرحناه منذ البداية مسألة أن تكون هناك فصائل مقاومة نحن نرفض هذه النقطة لأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة مرحلة الجيش مرحلة التحرير وليس مرحلة صد الهجمات أو الإغارات وبالتالي الموضوع أبو العباس يتعلق أولا طبعا بحيث أنه نفهم أولا المنطقة التي يعمل في نطاقها أبو العباس منطقة مجهولة ما زالت لدينا إلى الآن ونحن لا نعرف من هي القوى بالضبط التي تتواجد في تلك المنطقة وبالتالي إذا كنا نتحدث عن 2000 جندي من قوام اللواء 35 مدرع فالمعروف على الأقل لدى القادة العسكريين بأن هؤلاء هم ضمن الجيش الوطني وليس لهم أي ارتباطات غير معروفة أو مشبوهة إذا كان هنا جماعة أخرى استفادت من عوامل تمويل أو أخرى أو لم تنخرط في الجيش فهذا ما لا نعلمه وما نحتاج إلى دراسته هذا رقم واحد رقم اثنين طيب في هذه المجهية قبل أن تنتقل الرقم اثنين طيب قبل أن تنتقل طالما وأنتم لا تعرفون تفاصيل كثيرة عن مكونات هذه الكتائب وارتباطتها لماذا تتبنون حملة الدفاع ونفتهم تأرهاب عنه نعم دعيني أوضح لك الفكرة الفكرة أن هناك نحن نتحدث عن مجموع ما هو ضمن قوام اللواء 35 مدرع 2000 جندي خارج هذا التقسيم نحن لا نعرف عنه شيئا ولا نتحدث عنه وإذا كان هناك اتهامات لأبو العباس بتمويل هذه المجموعات فالتحالف هو من يأتي بالمال وهو من يأتي بالكشف المرفق لتوزيع هذه الأموال هذا البند البند الآخر أن مسألة عدم انخراط جماعة أبو العباس في طار القيش الوطني بصفة كلية هذه مسألة مطروحة ويجب أن تطرح بقوة من السابق النقطة هنا مثل ما قلت في بداية الحلقة أن هناك تميز وهناك بمعنى آخر صحيح أن القبهة الشرقية وصحيح أن أبو العباس يتحمل يعني عبء كبير جدا وقتال يومي لا يتواقد ربما في أغلب القبهات في المناطق المختلفة قتال شرس يعني يحتاج لإمكانيات مضاعفة ربما لكن هناك لواء اسمه اللواء 35 مدرع وهناك قائد هذا اللواء يدعى عدنان الحمادي يجب أن يكون كل تمويل لعناصر الجيش الوطنية يتم عبر الوياء المختصة الشيء الآخر المهم في هذه النقطة يعني أن يتم تعيين وزيرا للدفاع بحيث أن تكون العملية خارج الاستقطابات داخل يعني مراكز النفوذ قبل أن نصل للمعالقات أستاذ أحمد شوقي قبل أن نصل للمعالقات والمقترحات نعم نحن نتحدث عن المشكلة حول مسألة الدفاع عن أبو العباس لماذا أتفضل أحمد أولا ليس هناك دفاع عن أبو العباس أبو العباس هو شخص يعني من ليس نبيا وليس زعيما كبيرا هو في النهاية شخص لكن هناك أولا ارتباطات حينما نتحدث عن أحزاب قوة سياسية نحن نتحدث عن لا يوجد موقف رسمي لقوة سياسية الدفاع عن أبو العباس بمعنى الشكل الرسمي لكن هناك نشطاء داخل هذه القوة السياسية ارتبطوا برفاق سلاح هناك رفاق سلاح في الجبهات تعرفوا على مقاتلين من جماعة فلا من جماعة علام من جماعة كذا وبالتالي بنيت لديهم ثقة بهذا الطرف أو بذلك الطرف وهم يدافعون من هذا المنطلق لكن الشاهد الرئيسي في القصة أن يكون هناك بوضوح في توقيها الاتهامات وأن يكون ابتعاد عن المزاق السياسي والكيدية نحن خلال المراحل الماضية عانينا من وجود كيدية لدى دول وليس لدى جماعات أو أحزاب لدى دول وأمزجة هذه الأمزجات تسببت بقلق داخل المجتمعات وتسببت بصراعات لا أحد من الخارج أنقذنا من هذه الصراعات ولا أحد أخفف عن هذه الصراعات ولا أحد أوقد الدولة في تعز ولا أحد من الخارج أو من الداخل عادة المحافظ أو عين محافظ جديد بصلاحية متكاملة وبالتالي نحن من نتحمل لعبة نحن أبناء المدينة من نعاني من كل الصراعات ومن كل القلق الذي تسبب به الخارج وعلى ذلك يجب أن يكون هذا الخارج واضحا معنا وأن تكون سلطة شرعية تتحمل مسؤوليتها من المعيب أن تكون سلطة شرعية غير قادر على تتحمل مسؤوليتها تجاه نعم لماذا هذا التضامن لشخص أنت قلت أبو العباس هو شخص بالأخير لماذا لا يكون هذا التضامن أيضا والتضامن معه ليس لشخصه إنما لكونه شخصية اعتبارية ضمن المقامة وضمن الشرعية هذا الالتفاف والتعاطف لم تحظى به شخصيات أخرى ضمن المقامة وضمن الشرعية كيف يمكن أن نفسر ذلك إذا لم يكن فعلا في إطار عمل سياسي وحزبي في الحقيقة نحن لا نعرف أحدا من هؤلاء وبالنسبة لقضية الحسن أبكر ومؤخرا أنا استمعت لبعض الآراء من زملائنا النشطاء قالوا بأنه نفس المشكلة أنه كان هناك تحويلات مالية استلمها باسمه ووزعها على بعض الأشخاص والقماعات في النهاية هذا ليس اكتهادا شخصيا وإذا كان اكتهادا شخصيا فعليها أن يطرح على الطاولة بمعنى آخر أن هناك توقيها تصل بتوزيع هذه الأموال وبالتالي نحن لا نعرف هؤلاء الأشخاص ولا نعرف عنهم شيئا ونحن نحاكي واقعنا نحن معزولون داخل مدينة تعز لا نعرف شيئا خارجها وليس لدينا كهرباء وليس لدينا قدرة على التواصل مع الآخرين وبالتالي نحن نتحدث عن مشكلتنا وعن أزمتنا وعن المخاطر التي قد تحدق بنا نحن نحن نتحدث عن مصالفنا تحدث عن كيف نستهدف تغيير أبو العباس أو غيره أو كذا ليس لدينا مشكلة في ذلك تماما وهو حتى أبدأ هذا الكلام لكن الإشكالية أنه من سيملأ الفراغ من سيكون موجودا هل ستنزع أبو العباس مثلا من موقعه التي تصرح مثلا جموعات كثيرة لا يوجد لها هل الدولة قادرة على أن تعود المحافظة ليس قادرة ليس له حماية فكيف ببناء نحن المواطنين يعني من سيحمينا إذا كان أبو العباس قز من الجيش الوطني نعم سيد أحمد شوقي إذا كان أبو العباس قز من الجيش الوطني فسوف يملأ الفراغ في حال وزيح تم له مجموعات أخرى بقرار من الجيش الوطني أتحول إليك دكتور أحمد كيف يعني ألا ترى بأن اتهام أبو العباس الآن بالإرهاب وهو قز من المقامة ربما يلحقه بعد ذلك قرارات أخرى تطال المقامة بشكل عام أو ربما قيادات أخرى في المقامة وبالتالي تعز هذا ما نخشى الآن تتم عملية استخدام الإرهاب لتشكيل واقع جديد في عدة دول أخشى أن تكون اليمن الآن قد دخلت هذه القصة كذلك بمعنى أننا نتحدث عن مقاومة تقاوم ثم يتم اتهام أجزاء من المقاومة بأنها إرهابية ثم يختلط الحابل بالنابل ونرى بعد ذلك يقولون أن لواء أبو العباس انخرط الآن في عدة ألوية أخرى ثم تستمر العملية بهذا التوهان لنجد أنفسنا أمام وضع مختلف تماما قضية محاربة الإرهاب والطيران الضريب وما إلى ذلك لذلك أنا أقول الآن أنا أتفق مع الأخ أحمد من تعز عندما تحدث وقال السبب الرئيسي لكل هذا هو غياب الدولة غياب الدولة وغياب السلطة في تعز سيقع المحافظة تواقه عدة مشاكل آنية ومستقبلية إذا لم يستطع العدل المعمري كمحافظة يعود إلى تعز ويمارس نشاطاته سنقيد ليس فقط أبو العباس سنقيد آخرين حتى من السلطة في المجلس المحلي في تعز ستضطر لتقديم نفسها كوكيلة لتعز خارج الشرعية كما حدث في عدن مثلا الآن لدينا معلومات أن وكيل المحافظ بدأ يقيم على خلافة مع المالية في تعز ومع البنك المركزي وبدأ يقدم نفسه كوكيل للإمارات في المحافظة هناك خطط كما قلت أكبر من قضية أبي العباس لذلك يجب أن نربط القول بشكل متكامل لنرى ماذا هناك تحاك في تعز هذه المحافظة التي تقوم لها من ثلاث سنوات رغم أن السلطة تستطيع أن تقوم بواجباتها فيها إذا لم تستطع أن تدوم المحافظة في مدينة تعز يمكنها أن يدوم في مدينة التربة مثلاً لكن يتم أمام الجميع تعمل تغييب السلطة ليتعود الناس في تعز على شريعة الغاب لنقدم سناء أمام صراعات عبذية وأمام مراحلوك وربما دكتور أحمد ربما منعزز هذا السلوك ربما التحارف العربي من خلال دعمه لجماعات أو حتى لكتائب ضمن المقاومة خارج السياق المؤسسي لمؤسسة القيش طيب سيد أحمد شوقي يعني معروف أن أبو العباس كان هو رجل التحالف ورجل الإمارات الأول في تعز لماذا تخلت عنه الإمارات برأيك؟ وهذه نقطة إضافية في موضوع التساؤلنا نحن لماذا يفتهم بالإرهاب هناك معلومات أنا لا أستطيع أن أقزم لأن الأكاذيب تنتشر بشكل مريع داخل تعز والصراعات هذه الدائرة تتم بناء على معلومات مغلوطة لكن هناك معلومات تأكدها لأكثر من طرف وأنا لا أقزم لا أتحمل مسؤوليتها تقول بأن أبو العباس رفض موضوع تشكيل الحزام الأمني في مدينة تعز طبعا نحن من خلال متابعات سابقة لمواقف وأحداث كثيرة كان أبو العباس هذا يعني داخل الإجماع المحدي وبالتالي كان هناك توقهات بالتأكيد من قبل الخارج لأشياء معينة لتوقهات معينة لأفكار معينة لتحركات معينة وكان حينما يكون الإجماع التعزي باتجاه معين رافض لهذه التحركات كان ينخرط في هذا الإجماع بقوة وبالتالي نحن الآن ننظر للعملية بأنه هل أصبح أبو العباس كبش فداء أو كرت مثلا لي تم التخلص منه وفي حال تم التعاون معه على هذه الصورة هل نحن سنستسلم لهذه النقطة بمعنى آخر هل نحن سنستسلم أولا للارتهان لأي طرف خارقي أبو العباس للأمانة كان يحظى بقدر من الاستقلالية في هذا الموضوع ولم يكن كنظرائه في الجنوب أو في غيرهم يعني مع الخارج كما يريدون والنقطة الثانية هل إذا تم إقصاء هؤلاء القادة أو استهدافهم نحن سنعتبر أن الفاعل الرئيسي هو الخارج ونحن ليس لدينا الحق بأن نحدد كيف نعيش وكيف تكون حياتنا في هذه النقطة هنا كما طرح الدكتور أحمد الدبعي موضوع الدولة الدولة للأسف الحكومة الشرعية للأسف مقصرة كبير يعني بشكل كبير جدا في حق تعز ولا تتحمل مسؤوليتها ويجب أن تتحمل مسؤوليتها بشجاع وقبار تعز الآن ليس منذ الموضوع الأخير هذا الاتهامات ولكن من قبل هي عنوان الاستقلال للحكومة اليمنية وهي عنوان الشرعية الذي لن يرتهن لأي مشروع خارجي يفترض أن تلتقى في مشرعية الفرصة وأن تقف بجدية في تعز لكن ما يحدث الآن ربما هو الوضع السابق للمشهد السياسي والعسكري لتعز لكن ربما تبادلت بعض الأطراف الأدوار يعني ما قبل هذا القرار كان أبو العباس وكل من يدور حوله كان يتهم جزء كبير من المقاومة بأنها إرهابية وأنها هدفا لحربهم وهي أولوية بالنسبة لهم ما حدث الآن هو أنه يعني كما يقول السحر انقلب على الساحر لماذا كان الفترة السابقة كانت تبشر بدولة وباستقرار لتعز والآن أصبح الوضع مختلف وعكسي يا أختي أسوان الموضوع ليس كما تفضلتي بمعنى آخر أن موضوع تعز ليس كموضوع عدم بمعنى آخر أكثر وضوحا تعز في ظل غياب الدولة أكثر أمانا من عدم في ظل وجود الدولة وهي أكثر من محافظات كثيرة أخرى موجودة على الخارطة مأرب مثلا أو غيرها أكثر أمانا بمعنى آخر أن الضمير الأمني الوطني المحلي داخل تعز موجود وبالتالي نحن حينما نتحدث عن قابلية تعز لوجود الدولة وأنها مشجعة لوجود الدولة ننطلق من المجتمع الذي لديه ضمير ولديه قيام مشتركة ولديه تاريخ وبالتالي في هذه القزئية مسألة السحر والساحر وقالوا وقلنا نحن نعاني من تسرب القوة التقمع المعلمي للإصلاح ليس مسيطرا على أعضائه وهذا الشيء مشهود ونحن حتى في فترات سابقة كنا ننتقد مواقف للإصلاح حول بعض الأشياء ولكننا في الفترات الأخيرة توقفنا عن ذلك لأننا نعرف أن التقمع المعلمي للإصلاح ليس مسيطرا على قوام أعضائه وهذا يطبق على كل المؤسسات في تعز هناك كما تفضل الأق أحمد الدبعي هناك قيادات فردية وهذه مسألة خطيرة جدا نحن نريد عودة المؤسسات والمؤسسات الحزبية لكن على أي حال سيد أحمد لم نرى أن هذه الحملات توقفت يعني استمرت حتى إلى ما قبل القرار بيوم واحدة والحملات والتقريم لن تتوقف لأن هنا تسرب قوة أصلاح حتى على لسان أبو العباس نفسه هو صرح بأن تعز لن تكون للإصلاح قالها بأكثر من شكله بأكثر من ممارسة أستاذ دكتور أحمد الدبعي اتهام أبو العباس من قبل الإمارات بالإرهاب وبأنه قز من ممولي الإرهاب كيف يمكن أن نفهمه إذا كانت الإمارات هي من تموله الإمارات وقدت نفسها أمام واقع لأن هذه قائمة أمريكية هناك نقطتان إما أن الإمارات حصلت على تستطيع تقولي تمردا من أبو العباس بأن يرفض أن يقوم بالدور الذي المطلوب منه في المرحلة القادمة وهو تكون الحزام الأمني وهذا لا أستطيع أن أؤكده هنا أو أن هناك تعمد أيضا لشيطنة مقاومة تعز والضحيحة والسهلة الآن هي أبو العباس بحيث أنه لديه خطاب يصنف جماعة الحوثي بأنهم روافض وما إلى ذلك الخطاب المذهبي الإقصائي الذي يتحدث به أبو العباس هو الأقرب للشيطنة مقارنة بالفصائل الأخرى في تعز لذلك أعتقد أن الأمور كما قلت أن هناك تعمد واضح لجعل تعز مشهدا ملوثا لفترة أطول تغيب فيه الدولة وتغيب فيه المؤسسات والنظام القانون وندخل في قضايا ومتحة تفرات لكن دكتور أحمد فكرة اتهام وبتهمة بهذا الحكم وأنه طرف يمول الإرهاب وهو ممول بدرجة رئيسية من دول التحالف العربي ألا يورط هذه الدول قبل أن يتورط أبو العباس بهذه التهمة دعيني أتحدث معك بصراحة صارت قضية الإرهاب الدول العربية هي ملف ممل ملف عبثي نحن رأينا أن أبو العباس تلقى سلاحا فقيلة من الإمارات العربية المتحدة لفترات طويلة وهي تعرف عقيدته العسكرية وتعرف ماذا يريد وتم نفخ أبو العباس بشكل كبير ثم وقدنا أبو العباس في ليلة وضعها إرهابي طيب إذا كان إرهابيا هل نزلت عليه من السماء هذه المدرعات وهذا السلاح الفقيل ألم تأتيه من دول التحالف نفسها سؤال حقيقة أنا لو وضعه في أمام أي محكمة هنا أوروبية سيورط التحالف لأن التحالف هو من قام بدعم أبو العباس وقرب أبو العباس ثم بين الليلة وضعها أصبح أبو العباس ذلك الرجل البسيط الذي كان يلعب في نادي الصقر أصبح كأحمد شامس سعود في تعيس ثم وقدناه الآن حديث الإرهاب أينما أبو العباس كان الرجل البسيط تم إخراجهم من دماج على ما أظن من قملة السلافين الذين خرجوا من دماج وتحول إلى تعز كارغول بسيط جدا ثم تلقى سلاحا دعما ثقيلا أكثر من أسلحة الكيش الوطني في فترة أخرى من الفترات لأنه يهاجم الشرعية في مقرات الشرطة وتزداد عضلاته ليصير حديث الناس في تعز ثم فقاء يصير إرهابيا إذن من الذي مده بالسلاح؟ من الذي مده بالمال؟ نحن الأستاذ أحمد تتكلم الآن من تعز بأن أبو العباس لديه مقاتلين بالآلات هؤلاء يستلمون رواتب لن يقاتلوا هكذا معه فقط لقل القتال مع أبو العباس نعم ولاحظ أيضا أنه سمى الميليشية التي يقاتل فيها ميليشية أبو العباس بحيث أنه إذا تم اتهام أبو العباس فسوف نتهم آلاف الناس من بعده فهنا تكمل المشكلة الآن طيب بغض النظر عن كل هذه التفاصيل أحمد شوقي طالما قد صدر هذا القرار وهو ليس قرارا خليجيا بحثا هو قرار أمريكي طبعا بمستوى آخر ألا تعتقد بأنه من الأفضل للمقاومة أن تكون بعيدة عن شبهة الارتباط بجماعات من هذا النوع طالما قد صدر القرار على افتراض أن هذه الاتهامات صحيحة أكيد طبعا نحن نتطهر يعني نحن الآن إذا كان هذا الكلام صحيح هناك يعني إرهابيين داخل تعز وهناك إرهاب داخل تعز وعلينا أن نتطهر بالفعل من هؤلاء ويعني الحوثيين كانوا على حق هناك إرهاب في تعز وهناك دواعش في تعز يعني لماذا نتعالى على هذه النقطة الفكرة الآن هو أنه يجب أن يكون لدينا الاستقلالية والوضوح هل الولايات المتحدة الأمريكية دفعت عنا خطر الحوثي وهل الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما حدثت فوضى في تعز أو إشكالات أو بالنظر إلى هذه التدخلات أو حصلت تقاذبات معينة هل ستحقق لنا الأمن هل ستسمننا من قوع أو تؤمننا من خوف هذا الكلام ليس موجودا وبالتالي حتى لو كان هناك إرهابيين داخل تعز فعلى الخارق والداخل ما فيها السلطة الشرعية أن يقدم معادلة لملء الفراغ أولا وثانيا لمحاربة هؤلاء الإرهابيين أو القبض عليهم أو بأي شكل من الأشكال تحبوا يعني يتعاملوا معهم ولكن بحيث أنه تضمان نحن حقوقنا كمواطنين وأمننا ومصالحنا أما أن يتم إطلاق التهم بشكل جزافي نحن الآن لا نتهم الولايات المتحدة بالكذب ولا نتهم دول الخليج بأنها مخطئة نحن نقول يا أخي أنتم محقين عطونا بس قدموا هذا الرجل يا أخي للمحاكمة أو غيره أي حج طبعا مسألات البلطقة والاعتداء على الأقسام وكذا أبو العباس أنا شخصيا كنت مع الأخ ريشاد الأكحالي حينما ذهبنا لإستلام الأقسام كنا أننا يجب أنك تسلم الأقسام وكذا ونحن متوقعين مشادة ومعاركة الأخ أبو العباس قال تفضلوا واستلموا أنا رهنا السلطة المحلية وأنا كنت معكم كلامه يعني ونفذ هذا الموضوع الدولة هل ستستلم مهامها؟ هل سيحمونا؟ نحن في هذا الشكل نحن ممتاز جدا أستاذ أحمد هل أنت تقول الآن بأن أبو العباس وهو نحن مع منطقة المحاكمة نحن مع منطقة كشف الأدلاء أحمد شوقي بناء على هذا المنطقة التي تتبنى أما تخلق نزاعة وصرارة دخل تعز التقاذبات نحن لن نحتمل أحمد شوقي أفهم من كلامك من هذا المنطقة التي تتبنى بأنه لو لا أبو العباس لا أمن ولا سلام ولا استقرار في تعز وأن الدولة تستطيع أن تسد الفراغ يعني لماذا تصور الآن أبو العباس بأنه هو عمود المقاومة في تعز وأنه بدونه ستضيع تعز أختي أسوان أنا أريد أن أعطيك يعني حقا فكرة بسيطة جدا إذا افترضنا أنه أبو العباس هذا زعيم عصابة يسيطر على قطاع داخل المدينة القطاع هذا نسبيا أو مثلا الناس في لديه حاضنة في هذا القطاع تمام في هذه الحالة هل نستطيع أن نقول أن غياب هذا الشخص أو هذه المؤسسة أو هذه المجموعة أو استهدافه ممكن أن تسبب الفوضى أم لا نحن لا نقول عنه ملاكا وليس زعيما ولا يعنينا شخصه نحن نتحدث عن وضع غير مرتب نحن نتحدث عن مدينة مقسمة إلى مربعات وإلى قطاعات نعم طيب هذا كلام مهم جدا ورغم ذلك هناك حالة من الاستقرار النسبي يعني نحن لا نريد أن تختل إلا بوجود بدائل فقط نعم إلا بوجود بدائل نعم نعم أستاذ أحمد شوقي طيب يعني موضوع البدائل دكتور أحمد الدبعي هناك أيضا من يتساءل من هو البديل القادم للإمارات في تعز خاصة نحن نعرف مخطط الإمارات في تعز والذي تم التلويح به قبل أيام بشأن حزام أمني أو نخبة تعزية برأيك ما الذي سيسد هذا الفراغ للإمارات في تعز كنا نأمل من الإمارات العربية المتحدة أن تكون أكثر رجدا في التعامل مع ملف تعز لكن يبدو أن الإمارات ما زالت تفكر بنفس العقلية التي فكرت بها في الجنوب بمعنى أن تأتي بسلطة موازية ضد سلطة الرئيس هادي نحن نعرف أن الرئيس هادي أقال بن بريك وأقال عيدروس الزبيدي لكن الإمارات ما زالت تتعامل مع عيدروس ومع بن بريك كأنهما هم الذين يقودون المحافظة الجنوبية في تعز للأسف الشديد هناك في بعض الإشارات بأن الأخ وكيل محافظة تعز بدأ يتعامل مع الجانب البلاد مباشرة وهناك الآن علاقة سيئة بينه وبين البنك المركزي الذي تم إعادة افتتاحه بإعدام في تعز وأيضا مع مدير المالية السامي أتمنى من الأخ عارف جامل أن نتذكر أنه ممثلا لمحافظة تعز لأربعة إلى خمسة مليون مواطن وأن لا تغريه الإغراءات من دول التحالف بأن يكون بديلا للمعمر في الفترة هذه بديلا أو يكون ممثلا لها كما تم في عدد سنذهب في متاهات صدقني يا أستاذ عارف سنذهب في متاهات كبيرة في تعز سندخل في اقتتال والصراع لن نخرج منهم ماذا عن البديل القادم لأبو العباس منه البديل الإماراتي لأبو العباس في تعز هذا هو السؤال البديل القادم لا أستطيع أن نسمي هنا أسماء معينة لكن أن شيطنة أو اتهام فصيل في تعز بأنه إرهابي أعتقد أنه لن يتوقف عند هذا العد وسيتم إعلان أي ألوية أو أي مقاومة في تعز تباعا إذا لم تتماشى مع مخططات الإمارات في تعز فسيتم إعلانها تباعا بأنها خارج نطاق الخدمة وأنها إما إرهابية أو أنها تتبع على علاقة مع أبي العباس أو مع عم أبي العباس أو خال أبو العباس ومن هذا الكلام لذلك أنا هنا أنتهز هذه الفرصة ليقول كلمتي هنا وأقول أننا في تعز مطالبين كأعزاب سياسية وكنخاب في تعز وكاديمين ومثقفين أن نستدعي إقامة ترتيب السلطة المحلية في تعز قدر كان يجب إعادة المحافظ ويجب إعادة تفعيل مؤسسة الدولة في تعز لأن عدم تفعيل مؤسسة الدولة هو الباب الذي يطل من خلاله الجحيم في تعز نعم كلام مهم دكتور أحمد يعني التفاف القوى السياسية الآن والقوى الوطنية في تعز لإعادة صياغة المشهد وإن قاد تعز من أي مخططات قادمة إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح أستاذ أحمد شوقي بضرورة التفاف كافة القوى السياسية وتعادها عن المواحكات والارتهانات لأجندات لا تتفق مع تعز وتطلعات أبناء تعز والتضحيات أبناء تعز في هذه اللحظة تحديدا أكثر من أي وقت مضى هذا أساس كلامنا هذا أساس الموقف أصلا يعني نحن في تعز متعودون أن نقول رأينا في كل قضية وأن نتذمر وأن نتشاكل وأن نتشاقر وأن نمارس الديمقراطية على الباب المفتوح وأن نصدر قلقنا مهما كان بسيطا لكن الآن بصراحة الموضوع كبير جدا ومسألة أن نخضع لأمزقة فلان أو علان أشياء ليس هناك عليها دليل هذه مسألة مرفوضة لأن لا أحد سيدافع عننا نحن في تعز لا أحد سيدافع عن المواطنين نحن أرقام في برصة الموتى أو القتلى وبالتالي نحن الآن ندافع عن وجودنا نحن ندافع عن عملنا وبالتالي حتى يكون هذا الطرح عمليا هل نتوقع سيد أحمد هل نتوقع موقفا واضحا وصريحا للقوى السياسية التي التفت حول الأجندات التي حاورت أن تصنع من تعز نموذجا لما حدث في عدن نجد منها موقفا واضحا تقاه التحالف العربية والإمارات تحديدا الموقف موجود على شكرا لكن ليس هناك شيء ملموس بمعنى آخر لم تأتي الإمارات وتطرح مثلا بوضوح أو غير الإمارات أنه نحن نريد واحد اثنين ثلاثة بحيث أنه أنت تعلن رفض كامل ما يطرح الآن هو رفض لتكرار نموذج عدن وذلك رفض مبدئي لكن أن تعطي موقف رسمي هو يعتمد على وجود أصلا حدث تعلق عليه أو ترفضه وبالتالي هل القرار لم يكن حدثين يستحق التعليق؟ طيب سأختم بالدقيقة أخيرة مع الدكتور أحمد دبعي ما الذي تتوقعه لتعز ما هو المرتقب لتعز بعد هذا القرار في دقيقة أو أقل سأنتشر فوضى أكثر أنا أعتقد أن هناك كما قلت سابقا أن هناك مخططا أكبر من قضية أبي العباس بمعنى أننا نوجد قوة قديدة على أرض الواقع تقوم باحتكار القوة في المشهد في تعز ثم تضع الأمور في تخلق معادلات كما خلق الحزام الأمني في عدن معادلات على الأرض أخرج المسأل هي السلطة نحن نعرف أن السلطة في عدن الآن بأدل الحزام الأمني لا نكون غالط أنفسنا لذلك أنا نشيد الآن ككلمة أخيرة وأقول لأبناء تعز من هنا أننا أمام تحدي حقيقي في تعز الآن نكون أو لا نكون إذا ذهبنا بقضية الحزام الأمني وبقوات المشهد التعزي تتحكم بها أطراف خارجية سنذهب إلى الاتجاه الصومالي أو الأفغاني تعز لا تتحمل أكثر من كذا مشاكل لذلك لا بد من إحياء فكرة التعايش السياسي وإعادة السلطة إلى تعز وإعادة المحافظة لتعز ليقوم بواجباته إذن تعايش السياسي في تعز هو خطوة لإنعاش المشروع الوطني في تعز أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي كنت معنا من اسكتلندا وكما كان معنا الأستاذ أحمد شوقي أحمد الصحفي والناشط السياسي كما معنا من تعز أشكركما في الختام كما أشكر أعزائي مشاهدين بالتأكيد تقبلوا في الأخير تحياتي وتحيات منتج البرنامج كما الحيدرة إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة